السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعناكم في فيديو جديد في هذا الفيديو الحلقة الثالثة من سيربل لو كوكر في هذا الفيديو رح نوريكم أسأل طريقة تقدر تبني فيها الطوتن فارغ فيلا خليكم مع المقطع أول شي لازم نسوي رح نحفر تسعة في تسعة لازم نكون بعيدين عن أي قريعة شاء ما يتفعل الريد مباشرة هيك تسعة في تسعة زي ما تشوفون ونأتي لأي اتجاه نريدة ونحسب واحد اثنين ثلاثة ونحط ثلاث بلوكات هون واحد اثنين ثلاثة هيك بالضبط نطلع بلوكتين لفوق كمان هيك ونجيب الصينة نحط واحدة هون واحدة هون واحدة هون واحدة هون ونضغط shift نحط واحدة هون بالوسط ونطلع الوارد نضغط shift نحط هون واحدة ليش كذا عشان نقدر نحط اللابة هون وليش اللابة عشان الربجر يحترق ونجي لهون تحت اللابة ننزل 26 بلوكات لتحت وبعد ما ننزل 26 بلوكات نسوي هون غرفة صغيرة عشان نخزين فيها توتماد والموارد اللي تطلعنا من الاريد وبعد ما نخلص الغرفة لازم نطلع الفوق عشان نسوي المكان عشان ننزل منه ونطلع منه لازم نروح لأي اتجاه وننزل 26 بلوكات عشان نقدر ننزل ونطلع من الغرفة وبعد ما ضبطنا المكان والحين لازم نروح لأي اتجاه وننزل 26 بلوكات تحت عشان نقدر ننزل ونطلع من الغرفة ذيكة وننزل وكذا نايس عشان نقدر نطلع وننزل لتحت والحين نغلق ذا المكان عشان ما يقدرون البيليجرز يزالون من الماء او ما ادري نغلق المكان كذا كذا بالضبط ونحط باب هون كذا نايس والحين نحط شيستين هيك ونحط له قر عشان بحيث اي شيء تياحي يروح للشيست ونحط بلوكة هون عشان البيليجرز ما يقدرون يدخلون له ونحط كمان سلاب هون عشان ما يشوفونه ونجيب قوارب عشان البيكس ما يقدرون يوصلون لنا ونحطهم بماكن عشوائية والحين لازم نحفر في الوسط او ثلاثة في ثلاتة أحط له الوظيفة عشان يطلع واخيرا يا شباب جيبنا القروي والله عذبنا بالطريق يلا احط له البرل عشان يتبعنا للمكان وينزل وحده يلا اعرف وجهتها وحده وبعد ما نحط القروي نغلق عليها نسوي الماء بذيط طريقة عشان بحيث البيليجرز اذا ترسمون وينزلون مباشرة لهن ونحسب كمان واحد اثنين ثلاثة وبلبلوكا سنحب واذا ما وصل الماء ننزع ونحطه بالبلوكا الرابعة كذا بالضبط ونفس الشيء بالجهة الاخرة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة وبلبلوكا الرابعة هيك بالضبط ونجيب باكيت نحطه بالوسط ونايس كده يا شباب والحين لازم نروح لأقرب اوتوبوس عشان نجيب الافكت اللي يخلي الريد يتفعل اللي صار يا شباب انه الريد يتفعل وما تصور اللي سويته واللي سويته يا شباب باختصار اني جيب الطوتم زي ما تشوفون هنا وبس يا شباب هذا هو الفارمو الى هنا وصل نهاية الفيديو اتمنى ان الفيديو اعجبكم واتمنى انكم استفدتم وبس خلوا لايك واشتراك والسلام